هنبتديها منذ قليل على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاهلي يضمن المشاركة في كأس العالم للاندية عشرين خمسة وعشرين هذا الخبر نزل منذ قليل على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم واللي بيضمن مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية كان الناد الاهلي شارك تلات مشاركات في كأس العالم للاندية وان شاء الله في عشرين خمسة وعشرين في نظام هذه البطولة الجديد هو بمشاركة أبطال كل مسابقة بداية من 2021 كالناد الأهلي بطل فيها 2022 الوداد المغربي وأيضا بطل هذه النسخة 2023 وبطل 2024 أربع أبطال هيكونوا موجودين إن شاء الله في بطولة 2025 في نظامها الجديد اللي هتشهد مشاركة 32 فريق بالمناسبة البطولة كمان الفيفا هينظم كأس العالم الأندية كل أربع سنوات النسخة هتبتدى إن شاء الله من يونيو 2025 هيكون 12 مقعد لقارة أوروبا أربع مقاعد لأفريقيا أربع لأسيا أربع مقاعد لقارة أمريكا الشمالية ست مقاعد لأمريكا الجنوبية ومقعد واحد لأوكيانوسيا ومثلو للبلد المصادف اللي هتكون منظمة بطولة كأس العالم الأندية ده من الأخبار السعيدة اللي تسعد جماهير النادي الأهلي إن في بطولة زي كأس العالم الأندية من البطولات الكبيرة دايما النادي الأهلي حريص إن يكون موجود فيها وشوفنا على مدار تاريخ النادي الأهلي ما شاء الله تمن مشاركات من أكثر الأندية اللي شاركت في كأس العالم الأندية شوفنا في آخر ثلاث نسخ مشاركة النادي الأهلي ثلاث مرات متتالية حقق في كأس العالم الأندية مرتين أيضا تالت كأس العالم دي وبرونزية كأس العالم الأندية ده ياخدنا لأمر النهاردة إن فيه ناس عندنا بتشتغل ناس عندنا بتتعب عندنا جيل وعندنا لعيبة ناس اشتغلت وقدرت تحط النادي الأهلي في عشرين واحد وعشرين وضمنت المشاركة في عشرين خمسة وعشرين النادي الأهلي يكون في هذه البطولة وده بيضيف للنادي الأهلي سواء مبالغ مليئة أو أيضا كمان نقاط في تصنيف القرن الأفريقي فده من الأخبار السعيدة